والله يا أستاذ حسيمة، لا تعرف ماذا تشرق شرق شرق يا أبو الزين، ما اتفقنا أن نرفع الكلفان؟ صارنا ألف ويا زنان ويا أكتر إن شاء الله خلينا أخي صامح يا أبو الزين تعرف مرتي مرتي لبلة زين ميتي السرين الله معكم الله عظيم ما عفية يا جمال تكون لعافية نجوة مرت رفيق بسير عتمسك المحل أهلا وسهلا مرت مين بلا زغرة؟ مرت رفيق جابر وبتعرفه مين مكانك عند عين والراس؟ نجوة عميلك طولة على البضاعة أخي عصام إذا عجبتنا البضاعة شو الترتيب مشان الحساب والتصافي والأقصص أول شيء ممكن تطعق الهسعج يعني في نوع أول وفي نوع تاني وفي فرافيك وهدول شلو ما نباعوا نعمة كريم لا ولا يهرمك أختي نجوة عندها خبرة كتير منيحة بالأواحي كتير منيحة بس نحنا عم نذكر يعني مثلا حق الطرد عشرين ألف ليرة أول شغل بتعملوها بتنقل الباعة الحنوة ولمنيحة هدول بتقيمولها سعر منيحة عرفت عليّ لأنه إذا من باعت الأماج بتاني بتكون طلحة الطرد آه إحنا كنا عنا محل باله كنا نعمل هيك معناته تمام التمام عنالك أنا عم بسأل عن شيء تاني عم بسأل يعني مشان الدفعات ولا زمين والأقصصي هذا لا تاكل هم مبنور أخي شو بتطعلي عن محل تقسم نصهم وتعطيهم للتاجر هو قلبه لله وبدو سعر أبو زين إيش رأيك؟ أي أحلى؟ هاد الفو الشيع يلي طفت ضو الحقني؟ ولا هاد الأخضرين البيبي دور؟ يا حلو يا حلو آه؟ باعلي باعلي إنه حلو؟ يا حلو بخلص إلك إيه إلي هاتو؟ إيش بك أبو زين؟ إيش بك عم تخمزني وتعطي عضلي عشفاتك؟ ما هو عيب عليك؟ إيه خلص عم إلك إلك هذا أعطيكي المساً؟ هلأ هيك؟ إيك بتاخده من يدي بتكسره بخاطري؟ بدل ما تللي يا حبيبتي يا روحي يا نور عيوني يا عمرتي خديها مطع خديها مطع مركة الدكان؟ لك أول شي هدا اسمه محل مو دكانة تاني شي تركي المخلوقة تعرف تشوف شغلة تركي المخلوقة تعرف تشوف شغلة تعرف تشوف ولا شغلة هم؟ انا نشرب كاسية شغلة بله ما شرأيك نجوة؟ حلو؟ كل شي عليك حلو كل شي عليك حلو بوس راحك شغلة ديكت